محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين أصبحنا وأصبح الملك لله نمضي وإياكم في سلسلة أسوة حسنة اليوم نتحدث عن رجل من رجالات التاريخ الذين كان لهم شأن في الله وشأن في الفقه وشأن في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن الليث بن سعد اسم غير معروف كالعادي ما يعرف إلا القدر ابن سعد هو من تابعي التابعين يعني جالس التابعين ورآهم كان من شيوخه ابن شهاب الزهري وعطاء ابن أبي رباح رضي الله عنهم وأرضاهم وهو من طبقة الإيمام الإيمام مالك بن أنس الليث بن سعد لم يعرف كثيراً ولم يشهر كما شهر مالك بن أنس لم يسخر له من تلامثته من يكتب عنه في كثير من الفقهاء بناتهم الليث بن سعد ما كتب لهم أن تكون لهم الشهرة بالأسف حتى قالوا أنه الليث بن سعد هو أثبت في العلم من مالك بن أنس هك قال الإيمام الشافعي لك إمام لذلك أنا بنصح كل داعي بنصح كل إنسان خاصة الآن هناك وسائل تواصل وهناك سهولة سجلوا كل الدروس وسجلوا كل الخطب الإنسان حتى يستفيد منه في المستقبل كم نتشوف وكم نتشوق لو سمعنا درس للشيخ بدر الدين الحسن لمن أتى بعده ولمن أتى قبله زمان شيخ بدر الدين الحسن ما كان في فيديو وكان في ما بس كان في بساطة في الحياة ما يعرف الإنسان كم من الشيوخ الذين في العصر الحديث شيخ أبو الخير الميداني والشيخ يعني دبس وزيت وفلان ما نعرف عنهم شيء إلا ما كتب البعض من أقاربهم ليس بن سعد مات ما في حول منه كان من التلاميذ من يثبت علمه الآن الوسائل التواصل يجب أن تثبت الخطبة أيام الإنسان بيخطب خطبة وحدة بيكون لها أثر في المجتمع سبحان الله من شيء خمس سنوات ساويت درسين أفا بعضهم درس بركة الإقامة في الشام سلسلسة رسالة صدقا يمكن الرسالة جابت مشارق الأرض ومغاربها تروح تروح وترجع عندي معتولي إياها وتروح وتروح سافرت إلى أكثر من بلد سمعت أنه كثير تصلوا فيني تركوا بلاد الغربة وأتوا من بركة الدرس في درس رسالة إلى مسافر صوتها موسط صورة فالإنسان ما يعرف شلون العلم يكون له أثر في قلوب الناس سجلوا يا دعاة حتى أنتوا كآباء سجل وثق كعائلة هلو شرفوا هلا كيك كنتوا أنتوا كنتوا يا صغار هلأ صرتوا كبار وأسات زي ووية كنتوا تلغمتوا بالشوكولاتة و عدوة عدوة المستوى ليس بس الشغلاء طيب بأشياء أخرى كمان طيب من البلدان القديمة من زمن الفراعين مصر وما تحتوي مصر والسودان لكن هو كان من مصر مصر ولد رضي الله عنه وأرضاه في سنة أربعة وتسعين للهجرة تتلمذ على يد التابعين الموجودين في مصر لما صار عمره تساط عشر سنة ذهب إلى الحج وهناك مكث في مكة جلس إلى ابن شهاب الزهري تحدثنا عنه وتعلم من عطاء ابن أبي رباح ثم رجع إلى مصر الليث ابن سعد كان فقيها مصر الله يجعل كل ولد من أولادكم شامة في أعين الناس يعني شامة هي المكان الذي يشار إليه رأى على مصر سأصار شيخ مصر استعلم حتى قال فاق كل أقرانه الواحد الواحد بتعلم بعدين برجع كان المشهور عن الليث ابن سعد شيء ما موجود عند باخر فقهاء ولعله تفرد به أن أباه وجده كانوا يعملون في الأراضي فكان غنيا ثريا رضي الله عنه وأرضاه يقال قال كان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحلي وسمن البقر ساوي هريسي بعسل عمتها بالشتاء لأنه يأكل إيش وفي الصيف سويق اللوز في السكر قال وكان يأكل هو الخبز والزيت يروى عنه أنه ما كان تجيب عليه زكاة لأنه ما يمر شهر إلا ويخرج عن سنين رضي الله عنه وأرضاه طيب يقول يحيى ابن بكير يحيى ابن بكير هذا إمام الجرح والتعديل الجرح والتعديل كانوا يدرسون سيرة الرجال الذين يرون الحديث يقولوا فلان عدل يقولوا عدل يعني ثقة هذا خلاص الحديث يأخذ عنه يقول ما رأيت أحدا أكمل من الليف وقال عنه فقيه يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر وحسن المذاكرة قرآن وفقه ونحو لغة عربية مع أنه الليف بن سعد الأصول تبعه فارسية لكنه أتى يعني هو من الموالي شو من الموالي يعني من العبيد ولكن بعدين اعتقى أباه وولد حرا هو يقول عنه أحمد بن حنبل الليث ثقة ثبت لما الواحد بسيدنا أحمد بن حنبل يحكي عنه ثقة أي شو هاي دكتوراه أعظم أعظم من دكتوراه ثقة ثبت رضي الله عنه وأرضاه قال كان الليث يصل مالك بن أنس سبحان الله أنا قرع سيدنا مالك بن أنس أنه كان ميسور كان ينفق حذروا من كان بيت السر في العطاء الليث بن سعد كان يرسل له كل شهر مئة دينار ذهبي ويقول أنفقها على من حولك يوم من الأيام حج الليث فأرسل له مالك بن أنس طبقا من تمر هذا الرطب الأعلى بالرطب هل أداء هل أداء طبق طبق شو يعني طبق صدر هاي من السني شو بترجع له فيه واحد أهداك ترجع له فأرسل له في الطبق رد له يا هل ليس ألف دينار من الزهر نياله اللي بينفق ماله على العلم وفي خدمة دين الله عز وجل قال احترقت دار ابن لهيعة وكان من أئمة المسلمين نتحدث عنه إن شاء الله قال فبعث إليه بألف دينار شو قلو الله يعوض عليك الله يجعل أكبر المصائب هذا الكلام ما بينفع بدهم على الكلام عمل واحد جاب لك إيش زبدية تحبوب رجع له لشوفها دخلت امرأة إلى مجلسه وجايبة زبدية قالت إن زوجي اشتهى العسل هو كان أشار إلى من حوله من خاصته أن أعطوها جرة من العسل قالوا مولانا هي جايبة زبدية فقال سألتنا على قدر طاقتها فأعطيناها على قدر طاقتنا واحد يعطينا الرغيف لو رغيف هي تلت رطاط وسأل هداك عسل كان أحد أخوان الكرام الله يرحمه كان اسمه أبو شاكر هون في المسجد كان هيك من أحبابنا وأخواننا الله يجعلوا فعليين كان كبير في السن وكان ذو قوة تلو عمي أبو شاكر أنت شو هل لي أنا كنت روح لعند العرب في فلسطين تحكي لي قبلت ما لو واربعين قال لي اشتري منهم عسل لأولي العسل إن هالو شلون بقضيش أطرميز قال لي نعم قال لي اشتري منهم الجرة الجرة تطلع 30 كيلو كلمية جرة سوا كانوا يتعاملوا بالجرة بعدين صاروا يتعاملوا بالكيلو العسل اللا عليها تروح تجيب أطرميز للدو تروح بعض المناطق الصيدلية شو بيلا أطرميز عسل شو أطرميز عسل هذا شوفوا الكرم شلون سألوا بياعين اللي حلو هاي الحجم مازين كان أرسل غريبة هلقدو والبرازي هلقدو هلا شو صار كش هلقدو هذا بدلع الكرم هذا هذا كلها يعني يعني اضطرابات في الأفكار في التفكير وفي كل شي أحد الناس مرض من خاصته فذهب إليه فرأاه يبكي قال ما يبكيك قال دين علي قال كم دينك قال مئة دينار فقال لأحد خاصته أعطوه ألف هذا سمع الألف شو يصير فيه بطيب مريض مرض الموت والله أحد الأسات زين دو ما أذكر اسمه ونذكر تبقون ياها هاللي مساوي عملية الديسك قال لي في ناس سبحان الله ما تعرف الهدي واحد بجبل شف الزريعة واحد بجبل إيش يعني يعني بجبل وقال بشوكولاتة قال لي أحد الأسات زي إجل عندي وحط شي تحت الوسادة وحنا يقول يا ربي يروح وابد شو شو في هو محكي بياها بعد ما راح فتح لك أملا ألي خمسين ألف قبل الأزمة قال لي بتصدق يا أساس قال له والله بصدق قال لي أنا طبط ضغري طبط طابة من ألمه قال له أدي شعلي دين قال له أعطو ألف كان سيدنا مالك ابن أنس يحبه حبا كبيرا ويثق بديني وبعلمي أرسل إلي أن علي يدين خمسمائة دينار هدول غير دينار شهري الأيام بتشوف دعوة ماشية هي تمشي ولا بد زيت ولا بد مين يمشي هي لحالة بتمشي الشغلة لو لا حرص الناس الذين عندهم حب لله ولا رسلي لا 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 قال له 500 قال له صار عندك ذلك كان مالك ابن أنس رضي الله عنه وارضاه يعني دعوة متميز قال يقول روى أبو نعيم في الحل عن علان ابن المغيرة يقول كنا على باب مالك ابن أنس قال فامتنع علينا يتأخر ما يجا ما فتاح عمد مشغول قال فقلنا ليس يش يشبه صاحبنا قال فسمع مالك كلامنا فأدخلنا عليه فقال من صاحبكم من لما بيشبه أنا قلنا ليس ابن سعد فقال تشبهون ني برجل كتبنا إليه في قليل عصفر نصبغ به ثيابنا وثياب صبياننا تري هذا العصفر ما ما في عندهم غير ماش خام جيبوا العصفر يعني حطوه يصب غلو للأولاد كتب له كتاب قال له بعثنا شوية 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 عصفر قال فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثيابنا وثياب جيراننا وثياب أصحابنا وثياب أهل المدينة قال وبيعنا الفضلة بألف دينار وليزاد زاد هذا شو الكرم والله هذا أليل يا أخو والله الكرم طبعا الكرم يعني الإنسان إذا الله عز وجل أعطاه الغنى بتولد منه الكرم لو إنه الكرم ما لأ علاقة بالغنى الفقير أبو تمام قال الجود يفقر والإقدام قد تهل الجود يفقر إذا كان فقير هو يجيب لك ويعطيك وما بيئلك إنه ما كان معي بقى شوية تعصفوا شو شوية هدونا شوية كونتينر بعت له كونتينر لأهل المدينة واللي زادوا بألف دينار ألف قطعة دهبية روح لعند أخ يعني في ناس فيهم خير لا شك لا شك أما يصل لذلك رضي الله عنه وأرضاه كتب الله له ثواب مالك بن أنس سيدنا مالك بن أنس كل ما كان فيه من الرونق من العلم وعزة العلم معروف أنه سيدنا أنس بن مالك مالك بن أنس رضي الله عنه ورضي الله عن أنس بن مالك مالك بن أنس كان يعرف بعطره وبثيابه وبهيبة العلم من الخزين طليع الليث بن سعد ذلك في جندي مجهول وفي قائد مجهول الليث بن سعد ما أنه في العلم أثبت وثقة ولكن كان يكرم من حوله رضي الله عنه وأرضاه عاش 80 سنة 81 سنة توفي سنة 175 للهجرة عرض عليه هارون الرشيد أن يتولى ولاية مصر اعتذر تفرغ للعلم كان يثق به الوالي تلو الوالي أبو جعفر المنصور كانت الخلافة العباسية بدايتها زل مكان يمشي على الصراط المستقيم يكرم أهل العلم ويكرم العلم وكان له باع في الحديث ثقة ثبت تلوح أنت تسأل لما تزوج بنتك خمسين زلمة في واحد إذا بيحكي لك كلمة واحدة برجح الخمسين كله لك فلان لو كان عندي بنت لأ عطيته إياها لنبله وشهامته ودينه وأخلاقه له خلص كلمة بألف وهكذا كان الليث ابن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال لما مات صار الناس ويكون خرجت له شهاء جنازة في مصر ما 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 من أشهر الجنازات في التاريخ جنازة أحمد بن حنبل والليث بن سعن أحمد بن حنبل لما الفتنة صاروا يضربون فتنة خلق القرآن قال لهم موعدنا في الجناز أنا بكرة بتعرفوا وقت الجنازة من هو أحمد بن حنبل ليث بن سعد قال صار الناس يعزون بعضهم ويبكون مات العلم لذلك من استفيد من هذا الرجل تابعي التابعي رضي الله عنه وأرضاه أنه أخوانا الكرام وثقوا علمكم أكتبوه صدقوني أنا بلشنا الآن بسلسلة رسالة أنه نكتبها يعني كتابة من أجل أن نصدرها يعني إن شاء الله يعني سلسلة كتيبات صحنا نحن ما شوفها يعني حوالي الأربع سنوات كل عشر رسائل نساويون هيكي بكتيب ومن أجلي هذا حلم كله أنه إذا ما تسطر ما كتب العلم صيد والكتابة قيده ليث بن سعد يا حصر والليث بن سعد ورحم الله مالك بن أنس هي المصاري اللي عنده وين أنفقها أنفقها على العلم الزكاة منيحة الفقراء منيحة والأيتام لكن خصص شيء للعلم بالعلم بالعلم بده عزة بده رفعة والعلم يجي مديده على باب الجامع أمر معين من مال الله الشحادي لا للفقير ولا لليتيم من نقبلها الله عزنا بالعلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وتقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر